أنا عايزة أسأل حضرتك على يعني كيف تركت التوجه لكلية الطب وتوجهت إلى الموسيقى طبعا كلية الطب أو الهندسة ده حلم أي أم مصرية بتحب أن هي أولادها يعني يوصلوا للدرجة دية في العلم أنا طبعا كنت بحب الموسيقى جدا وكنت محظوظ جدا أن أهلي ادوني الثقة أن أنا إزاي أدرس اللي أنا بحبه ودي حاجة ورسالة بحب يعني دايما أوجهها للمصريين لأولادكم لو لقينا في موهبة رسم حتى في الرياضة أي حاجة لو الإبني عنده حاجة معينة هو بحبها قوي لازم أخليه أشجعه أن يدرسها ويكمل فيها لأنه أكيد هينجح فيها وهو هيبقى سعيد وهيبقى متزن في حياته وفي الآخر هينجح ودي رسالة مهمة جدا فعلا فدي مهمة قوي سبت لتب طبعا وتوجهت إلى الفنون الكونسرفاتور الكونسرفاتور وبدأت بآلة غريبة شوية ابتديت أدرس آلة الفاجات اللي أنا مخترتهاش طبعا في الأول لأنني أنا دخلت في سن متأخر شوية اللي هو سن 14 سنة لأنه طبعا الكامانجا والبيانو بيخدوهم صغيرين جدا زي البالية يعني لكن السن 14 سنة آلات معينة كان ساعتها اللجنة روسي كان المدرسة في كونسرفاتور كلهم روسي فهما اللي بيختاروا الآلة المناسبة الجسمانية اللي كي وفيزيكلي يعني فاختروي آلة الفاجات داية هي آلة خشبية نفخة خشبية نفخة خشبية وآلة صعبة جدا جدا وفي الأول صوتها مش حلوة خالص فما كانتش يعني المتعنة أنا عايزة يعني أخش ألعب بقى بيانو فلاقيت نفسي أن أنا دخل على حاجة معرفهاش ومش مزاجي كان ممكن طبعا أن أنا أتراجع ولكن حاولت أن أنا أندمج في الآلة داية وأن أذاكر ورساز روسي قال لي لو ما ذكرتش على الأقل لثمان ساعات لأن الروس عندهم نظام هما بيحضروا كي نكتب إيه أحسن يعني واحدة في العالم هما بيحضروا الناس كده أنهم يخشوا ياخدوا الجائزة الأولى في أكبر مسابقة في العالم فمذاكرة وجدية جمدة جدا في الأقل الموسيقية فدرست فعلا كان مفوضة أن أتذكر مثلا أربع خمس ساعات في اليوم أستاذي الروسي قال لي تمانية تسع ساعات عايز مذاكرة متواصلة وفعلا عملت كده مذاكرة يعني تدريب على الأداء بالآلة تدريب على الآلة وطبعا النوتة الموسيقية إراءة أعمال كتيرة جدا فبيخليك مستويك كويس قوي في الإراءة فده بيساعدك لما بتطلعي برة بتخش أي أوركسترة بتكوني على المستوى بتاحهم ويمكن أحسن ممكن فهو ده التدريب المستمر زي الرياضة يعني وأعتقد أيضا أنك درست في فترة الغناء الأوبيرالي بالزبط كده مارسته يعني كنت بتغني أوبيرالي آآ آآ أنا دخلت في أوبرا جيناف اشتغلت عشر سنين كمغني باس بروفوندو ما تقول هي أغلّز أنواع الأصوات الرجالي أيوان من ساميها البص فدرستهified طبعا كنت بحب جدا الغناء الأوبيرالي من أول يوم دخلت الكونسرفاتور كان عندي صوت طبيعي الأستاذة في الكونسرفاتور كانوا ما نسمعوني في الطريق دام بأقلدهم يعني أنا كنت قابة بادرس الفاكوت وادرس بيانو في تأليف وبتاع لكن كنت طول ما أنا امشي في الكونسرفاتور أسمع الغناء الأوبيرالي وأحاول أن أنا أقلد فكانوا بيسمعوني الأسادزة فأخدوني بتدوا يدرسولي شوية كهزار يعني لغاية ما سافرت الجناف عشان أعمل درسات العليا وهناك بدرست جد لغناء الأوبرالي واشتغلت ومارست التأليف الموسيقى فعلا التأليف بقدر له قصة لأن أنا كنت حابب أو أن أدرس بيانو يعني لما هم فرضوا عليها قالت الفاجات قلت طب أعمل إيه عشان أدرس البيانو زي ما أنا عايز قالوا لي قسم التأليف بيدرسوا بيانو زي يعني زي الأساسي شوية بجدية جدا فدخلت قسم التأليف مش عشان أنا حابب التأليف عشان أدرس بيانو بس نجحت الحمد لله في التأليف وخدت فيه جواز بعد كده وكانت متعة بالنسبة لي التأليف الموسيقي طبعا طيب يعني هل استكملت بقى الطريق بعد كده لفترة في الغناء الأوبرالي أو في التأليف الموسيقي أنا طبعا أنا عزفت في جناف في الأوركستر عشر سنين في الأوبرا عدت عشر سنين تقريبا أغني كمغني باص في أوبرا جناف ترجمة نانسي قنقر